بيت الخلافة قام يا خلاني صرح مهيب ثابت الأركان حصن حصين لا يضام نزيله فاسعوا بعزم صادق الوجدان بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نقل لأنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسر أحمد الخليفة الخامس للمسيح المعود أيضه الله تعالى بنصر عزيز وفي هذه النشرة سنقوم بتغطية لمجموعة من اللقاءات المختلفة التي قام بها حضرته أيضه الله تعالى بنصر عزيز الأسبوع الفائد حيث قام حضرته بلقاء رئيس جانا السابق وكذلك عدد من ناصرات الأحمدية وسيدات من لجنة إماء الله من ألمانيا وكذلك عدد من أعضاء مجلس بلدية هامبريش يوم الأحد الماضي تشرفت أكثر من سبعين من ناصرات الأحمدية وعدد من سيدات لجنة إماء الله اللواتي سافرن خصيصا من ألمانيا بلقاء حضرت خليفة المسيح الخامس نصره الله في استوديوهات MTA في إسلام أباد بدأ اللقاء بتلاوة من القرآن الكريم وترجمتها الألمانية ثم قدم تقرير عن الرحلة من ألمانيا وأتيحت بعدها الفرصة للناصرات لطرح مجموعة من الأسئلة حول دينهن وقضاياهن المعاصرة سؤالي هو كيف أستطيع أن أعطي الأهميات الحقيقية التي يستحقها الله تعالى في حياتي؟ هل تعلمين من الذي أعطاك كل شيء؟ إن الله تعالى هو الذي منحك كل شيء أليس كذلك؟ يقول الله تعالى إن الذين يعبدون غيره أو الذين يظنون أن الناس هم الذين يرزقونهم فهذا غير صحيح فالله وحده هو رب العالمين هو الرب هو الرازق الذي يرزق البشر حتى قبل ولادتهم وعندما ولدت رزقك الله حليب والدتك ورزقك أما لتربيتك ولتقدم كل أنواع الرعاية لك ثم ساعدك والداك في الحصول على التعليم لقد بذلا قصار جهدهما لتزويدك بأفضل تعليم ممكن وبهذه الطريقة وفقك الله للحصول على التعليم فإذا تأملت هذه الأمور كلها أدركت أن الله تعالى هو الرب الحق وبما أنه الرب الحقي فيجب عليك إظهار الامتنان له فشكر الله تعالى هو في الحقيقة أن نعبده يقول الله تعالى لمن يرغب في التعبير عن شكره له أن عليه القيام بذلك على النحو التالي ينبغي للمرء أن يصلي صلواته الخمس وإضافة إلى كلمات الصلاة أو الأدعية القرآنية المسنونة يجب على الإنسان أن يعبر عن امتنانه أيضا أشكر الله في الركوع والسجود على أنه قد خلقك ورزقك ورباك ورزقك والدين صالحين يعلمانك ويكسيانك ويزودانك بالمال للسفر إلى عدة أماكن مثلما سافرت إلى هنا لقد أحضرت معك المال الذي أعطاه لك والديك أليس كذلك؟ لذا ينبغي أن تشكر الله تعالى على ذلك عندما تفكر في كل ما قدمه الله لك فسوف تعطينا عبادته حقها وستكونين بطبيعة الحال أكثر امتنانا له أيضا مفهوم؟ سؤالي هو في ضوء الآية 52 من سورة المائدة لماذا لا يجب أن نصادق النصارى واليهود؟ يجب أن تقرأ القرآن كاملا وليس آية واحدة فقبل ذلك ذكر الله تعالى أنه أنزل القرآن الكريم وأرى المؤمنين طريق الهدى ورزقهم أحسنتين فمن يصادق مثل هؤلاء من باب الخوف فهذا خطأ وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم يقول الله تعالى لا تصاحبهم بصورة تبعدكم عن المؤمنين أو تكفوا بسببها عن الاستماع للمؤمنين أو عن طريق اتباع القرآن الكريم واتباع دينكم أو تكفوا عن التمسك بالأمور الإيجابية التي تنصحكم بها الجماعة ثم تقولي صديقتي في المدرسة قالت كذا وكذا فتقوم باتباعها بدلا من ذلك الصديق الذي لا يعرف في الدين والذي لا يؤمن بالله ولا يعرف عن الله ورسوله شيئا والذي لا يتبع تعاليم عيسى عليه السلام ولا يتعبد وترك الدين فسيكون لمثل هذه الصداقة تأثير سلبي عليك وعندها ستبدأين أنت أيضا بالابتعاد عن الدين بشكل عام لا يمنعك الله من مصادقة هؤلاء الناس إذا صدقت أشخاص آخرين وكونت معارف جديدة وعززت علاقات الصداقة عندها فقط ستتمكنني من تبليغهم أيضا إذا ابتعدت عنهم وظنت أن مثل هذا الشخص لا ينبغي أن يقترب مني فكيف ستبلغيهم؟ فهنا يقصد الله تعالى أن لا تصاحب المجردين من الدين ولا تخاف أحدا ولو قرأت الآيات هنا في سياقها لتبين لك الأمر وفي النهاية سينصرك الله تعالى ويوفقك لا تظن أن أهل الدنيا سيحققون النجاح النهائي أنتن من ستحققنا النجاح النهائي لذلك احمينا أنفسك من الأشرار ذات مرة انجأ شخص من السيخ إلى المسيح المعود عليه السلام وقال له إنه ابتعد عن الدين فقال له المسيح المعود عليه السلام أن عليه تغيير مقعده فهو يجلس مع أشخاص آخرين في المدرسة أو في الكلية ولذلك قال له أن يغير مقعده ويجلس مع شخص آخر قد يكون أكثر تدينا وبعد أيام قليلة عاد وقال لقد غيرت مقعدي لم أعد أجلس معه والآن كل تلك الأفكار التي كانت تقودني نحو الإلحاد ولعدم الإيمان بالله وتبعدني عن الدين تم حلها جميعا لأن زميل في الصف الذي أجلس معه الآن متدين ولهذا بيّن الله تعالى أن من يتخذ أهل السوء أصدقاء فإنهم سوف يؤثرون عليه حتى لو لم يقولوا أي شيء ولكن دون وعي يمكنهم التأثير عليك لذلك عليك مصادقة الصالحات والمتدينات وذوات الأخلاق الحميدة بعض الناس لا يتبعون أي دين ولكنهم يتمتعون بالأخلاق الجيدة ويستمعون إلى ما تريدين قوله ويقدرونك ولا يزعجونك أو يتنمرون عليك في المدرسة فيمكنك إقامة علاقات صداقة معهم في هذه الآية يقصد الله تعالى أن لا تتخذ أهل السوء أولياء فمن الكفار من يرتكب الفواحش ومنهم عباتة أوثان ويشركون بالله فرغبتهم هي إبعادك عن الدين أو أن تكون مثلهم ولهذا قال الله تعالى احذروا لكن في مواضع أخرى ذكر أنه يمكن للمرء أن يصادق أشخاص آخرين ويحاول تغييرهم إلى الأفضل وأن عليك تبليغ أعدائك ويمكن أن يصبح أولياء حميمين كما لو كانوا أقارب في الدم ولي حميم أي يصبح من أفضل الأصدقاء ولذلك لم يقل الله تعالى أن باب الصداقة مغلق في وجه الجميع لقد أخبرنا الله تعالى أن عليك أن لا تصادق من فسدت أخلاقه لأنهم سوف يدمرونك لكن من يملكون أخلاقا جيدة حتى لو لم يكونوا على دينك يمكنك مصحابتهم وبأخلاقهم الطيبة سيقتربون إليك عندما يقتربون منك فهذا سيفتح أبواب التبليغ ومن ثم فمن خلال تبليغهم يمكن تعليمهم أمور الدين فلا يعني ذلك هنا أنه لا ينبغي للمرء أن يتخذ أي شخص صديقا بل يعني أن لا تتخذ الكفار الذين يصرفونك عن الدين أصدقاء سؤالي هو عن الدعاء الذي يحمين من عذاب القبر هل يشعر الإنسان بهذا في القبر بعد موته؟ عذاب القبر يعني أنه بعد الموت يكون الإنسان في القبر وهو مثال لتفسير الأمر من الناحية المادية لأن الحساب سيبدأ بمجرد الوفاة يبدأ الحساب عند دخول القبر أما الروح فسوف تصعد إلى السماء وعذاب القبر المذكور هنا هو حتى لا يحاسبنا الله عز وجل عذابا عسيرا أجسادنا في القبور لكن الأمر عائد لله لمحاسبة أرواحنا بطريقة لا ينالها العذاب والأمر عائد له ليغفر لنا وأن يرضى عنا ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي للإنسان أن يقوم بالأعمال الصالحة لقد كتب الله تعالى أنه يجب أن يعبد وأمر بمكارم الأخلاق والإحسان إلى الناس وكفالة الفقراء واليتامى ولذلك ينبغي للإنسان القيام بذلك وأن يقابل الناس بمودة ويتعامل بالأخلاق الحميدة مع الآخرين وهذه كلها أشكال مختلفة من العبادة فإذا أدى أحدهم حقوق الله وحقوق عباده فلماذا يحتاج الله لمعاقبته ومع ذلك يبقى الخوف من ارتكاب خطأ ما ولهذا ينبغي أن ندعو الله للنجاة من عذاب القبر وأن لا يسألنا تعالى بعد الموت بطريقة شديدة فهذه كناية واستعارة لأن الجسد يدخل القبر والروح تصعد إلى السماء إذا عوقب أحد فإن الله سيعطي الروح جسدا جديدا ولن يتعرض هذا الجسد المادي للعقاب هذا سيبقى هنا ولذلك ضرب هذا المثال هنا ليبين لنا عذاب القبر فإذا مات الإنسان ودخل القبر وقع عليه العذاب ولا يقع العقاب في القبر بل يعطى للروح التي تصعد إلى السماء ولكن الله ضرب مثالا القبر لأننا لا نعرف إلا الجسد الذي في القبر لذلك ندعو الله أن يحفظنا وأن لا يحاسبنا حسابا عسيرة سؤالي هو أنه عندما يكون أمير المؤمنين سعيدا أو قلقا من شيئ ما ماذا يفعل؟ عندما أشعر بالسعادة أفعل نفس شيء الذي أفعله عندما أواجه القلق عندما أفرح أشكر الله وعندما أشعر بالقلق أستعين بالله ما هي الوسائل التي لدينا غير هذا؟ سؤالي هو أن زملائي في الصف يزعمون أن الإسلام لا يعتبر الرجال والنساء متساوين لأن الرجال لديهم الإذن بالزواج من أربع زوجات في حين أنه لا يسمح للمرأة بالقيام بذلك حسنا إذا كان للنساء أيضا الإذن بالزواج من أربع رجال فسوف يغرقن في التوتر والضغط لقد أعطى الله تعالى كل إنسان القدرة على فعل الأشياء حسب طبيعته الإذن بالتعدد يكون لأسباب معينة وليس الأمر أن الرجال أعطوا هذا الإذن دون أي نوع من القيود كثيرا ما يدعي الرجال أن لديهم الإذن بالزواج بما يصل إلى أربع بدون أي قيد أو شرط ولكن الأمر ليس كذلك بل هناك شروط كثيرة اشترطه الله تعالى لذلك أولا إذا كان هناك حاجة دينية مثلا فإن الأنبياء يحتاجون لتعدد الزيجات وبالتالي نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج أكثر من مرة وكان ذلك من أجل نشر الدين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا نصف دينكم من عائشة رضي الله عنها لقد أعطى أهمية كبيرة لنساء لدرجة أنه طلب من الرجال أيضا أن يتعلم نصف دينهم من امرأة ما هي الأهمية التي يمكن أن تحظى بها المرأة أكثر من هذا وهكذا فقد كان تعدد الزوجات لأن المرأة تلعب دورا مهما في نشر الدين وعدد النساء أكبر نسبيا بين السكان وهذا يوفر وسيلة أفضل لتربيتهم هذا هو السبب الأول علاوة على ذلك إذا قال الأطباء أن المرأة لا تستطيع الإنجاب ففي مثل هذه الحالة وبإذن من الزوجة يمكن للزوجة أن يتزوج مرة أخرى بغراض إنجاب الأطفال لذلك عندما تكون هذه الأسباب موجودة فعندها فقط يمكن للمرأة أن يتزوج أكثر من مرأة ولكن مع هذا فقد أعطى الله تعالى للمرأة الحق وقد بيّن المسيح المعود عليه السلام ذلك أنها إذا اعتقدت أن زوجها يمكن أن يتزوج مرة ثانية فلها أن تأخذ منه موافقة كتابية قبل زواجهما بأنه لن يتزوج بأخرى أثناء زواجه بها حتى لو لم تنجب أو مرضت ولن يتزوج بأخرى ما دامت على قيد الحياة وفي هذه الحالة يجب على الزوج أن يحترم العهد الذي قطعه وهكذا يمكن تدوين هذا الشرط قبل الزواج فإذا توفر هذا الشرط فلن يتمكن أي زوج من الزواج مرة أخرى وإذا خالف هذا العهد فهو آثم عند الله تعالى لقد خلق الله تعالى طبيعة المرأة بحيث لا تتحمل تعدد الزوجات إنها ترغب فقط في أن يكون لها زوج واحد وأن تعبر عن حبها له فقط إلا أن الله تعالى قد وضع هذه الرغبة في طبيعة الرجال ولهذا السبب يقيم عدد أكبر من الرجال علاقات مع النساء خارج نطاق الزواج مقارنة بالنساء رغم أن هناك نساء معينات أيضا فاسدات أخلاقيا ويكون علاقات مع الرجال خارج نطاق الزواج وهذا ما نجده في المجتمع ولهذا تنتشر الشرور في المجتمع وهكذا من أجل حماية النفس من هذه الشرور ذكر الله تعالى أنه يسمح لرجال بالزواج بما يصل إلى أربع مرات فهذا أفضل من الإنغماس في المعصية اسأل أي امرأة قم بإجراء مقابلة عندما تصلين إلى السن الخمسة عشر يمكنك القيام بذلك واسأل النساء عما إذا كانت ترغب في أن يكون لها أزواج متعددون وهي بدورها سوف تعطيك صفعة على وجهك ولكن الرجل لن يجيب هكذا وهكذا بحكم طبيعة البشر التي خلقها الله تعالى أعطى هذه الحقوق عندما لا توجد مثل هذه الرغبة في شخص ما فكيف يمكن أن يكون لديه هذا الحق ولكن على الرغم من ذلك هناك قبائل معينة في العالم على سبيل المثال في بعض المناطق النائية في الهند وبعض الجزر حيث تحكم النساء المنطقة فإن لهن عدة أزواج هناك حالة معينة ولكن الله تعالى يقول أن هذا لا يتوافق مع فطرتهن مثل هؤلاء النساء منهمكات تماماً ولا يعرفن حتى من هو أب أطفالهن في حالة تعدد الزوجات عند الرجال يعرف من هو الأب أما إذا تزوجت المرأة من عدة رجال في وقت واحد فلن تعرف إلى أي أب ينتمي أطفالها وهذا سيخلق فوضى بينهم وبمسألة وراثة الممتلكات فإن جميع الأطفال سوف يطالبون بالميراث وذلك لتجنب مثل هذه الخلافات والله تعالى قد وضع هذه الفطرة الإنسانية وهي موجودة حتى في الحيوانات وبناء على هذه الفطرة أعطى الله حقوق معينة بل ووضع شروط معينة فإذا استوفيت تلك الشروط جاز له الزواج مرة أخرى وإلا فلا يحق له ذلك سؤالي هو إذا كنت على خلاف المعمل له سلطة علي كالوالدين أو المعلمين فكيف ينبغي لي التصرف خاصة عندما يرى الطرفون أنهم على حق كم عمورك؟ عمري خمسة عشر سنة لديك فقط خمسة عشر عاما من الخبرة في الواقع إذا حذفت السبع سنوات الأولى يتبقى لك تسع سنوات من الخبرة في حين أن معلميك أو ولديك في سن أكبر وبالتالي يتمتعون بخبرة أكبر منك اعتمادا على خبرتهم قد يقولون أنهم يعرفون أن شيئا معينا خطأ ومن ثم يجب أن يكون لديهم حجة داعمة لتقديمها أيضا أو إذا قالوا إنهم على حق ورغم أنك على حق يقولون إنهم لا يوافقون على ذلك فعليك أن تطلب منهم إثبات وجهة نظرهم ثم عليك قبولها لا ينبغي أن تجادل من أجل الجدال فقط بل اطلب منهم أن يشرحوا لك الأمر فإذا أصروا على الرفض وكان الأمر أمر مبدأ وأصروا على أنهم على حق فيمكنك أن تقول إنك ستدعين وعليهم أن يدعو ثم إذا اطمأن قلبك إلى قبول الأمر فإنك سوف تقبلينه وإلا فلا هناك أنواع مختلفة من الأمور التي يمكن أن يكون هناك جدال حولها يمكن أن تكون مسألة حول زواج وإلا فهذا سؤال عام حول قولهم شيئا وقولك شيئا آخر في بعض الأحيان قد يتم إرسال طلب زواج للفتاة فيقول الأهل إنه توافق جيد ويجب على الفتاة أن تقبله بينما تقول الفتاة إنها غير مقتنعة ولا تقبل فإذا جادلوك في مثل هذا الأمر وأصروا أن عليك القيام به فيمكنك أن تقول إنك ستدعي وإذا رضيت بعد الدعاء سأستمر وإلا فلا عندما تعلق الأمر بالزواج فقد أعطى الله تعالى الحق في الرفض أو القبول فقط عندما تقبل الفتاة يكون للوالدين رأي في مسألة عرض الزواج وإذا كان الأمر يتعلق بمسألة مبدئية أو شيء متعلق بالتعليم حيث يقول المعلم شيئا متعلقا بالدراسة فمن المؤكد أن المعلم سيقدم بعض الأسباب التي يمكنك قبولها وإذا لم تتمكن من فهم الأمر فيمكنك أن تطلب من المعلم أن يشرحه لن يبدأ المعلم في الجدال معك دون داع لذلك لا تضع المعلمين في نفس فئة الأباء فلهم نطاقهم الخاص الذي يرشدونك فيه أو يخبرونك بأشياء أو يجادلونك بينما للمعلمين نطاقهم الخاص حسب الدراسة والمدرسة ويجب أن يبقوا في هذا النطاق ومن ثم الحالات مختلفة ولذا عليك أن تميز بنفسك وفي أمور الزواج من حق الفتاة القبول أو الرفض فإذا كانت ستقبل فعليها أن تتخذ قرارها بعد الدعاء والاستعانة بالله تعالى في الأمور الأكاديمية إذا كان لديك حجة قوية فيجب عليك مشاركتها مع معلمك وسيكون المعلمون الجيدون منفتغين لقبول ذلك إن لم تفهم شيئا أطلب من المعلم أن يشرحه لك لأنه في النهاية معلم ولديه خبرة أكثر منك إن القول ببساطة أنك على حق لأنك قلت ذلك فهذا ليس سوى عناد الإسلام لا يحب العناد بل يقوله علينا أن نعمل معا للتوصل إلى قرار وأن نجلس معا ونساعد بعضنا حتى نكون راضين ولذلك نبغي أن يكون هناك رضا ولا يكون الجدال من أجل الجدال أو على أساس الأنانية أو الكبرياء إذا قلت بأنني على حق فهذا هو هناك العديد من الجوانب المختلفة في بعض الأحيان إذا قلت شيئا وفهمت أنه غير صحيح فأنا أتقبل أنه غير صحيح عندما تفهمين شيئا ما عليك أن تتقبل أنك كنت مخطئة ومع ذلك لينبغي أن تجعل الأمر مسألة فخر أو غرور ربما تكون قد قلت شيئا وفقا لفهمك في ذلك الوقت في بعض الأحيان يستخدم الشخص لغة قاسية لتوصيل وجهة نظره ولكن بعد ذلك بعد فهم الأمر عليه السحب وجهة نظره وتغيير موقفه ولا يوجد في الشريعة الإسلامية أن علينا أن نبقى ثابتين على مسألة واحدة فما هو حق فهو حق وما هو باطل فهو باطل طوري هذه العقلية أننا سوف نعتبر ما هو صائب صحيح وما هو خطأ خطأ وسنحاول أن نفهم بدلا من العناد والقول ببساطة لا أنا على حق ليس من الضروري أن يكون المرء دائما على حق الناس يخطئون أنا أخطئ وأنت تخطئين ويمكن لأي شخص أن يخطئ فهمتي؟ هذا العام سأصبح جزءا من منظمة لجنة إيماء الله إن شاء الله أمير المؤمنين يرجى إرشادنا كيف يمكننا أن نصبح أفضل عضوات في لجنة إيماء الله هل أصبحت من خيرة الناصرات؟ كما أصبحت من أفضل الناصرات؟ يمكن أن تصبح الأفضل في اللجنة بمجرد انضمامك إلى اللجنة لا تفكري أنا الآن حرة عمري الآن خمسة عشر وفي غضون ثلاث سنوات سأبلغ ثمانة عشر عاما وأتحرر من سيطرة والدي يسمح لمجتمعي وقوانين البلد بأن أصبح مستقلة ويمكنني أفعل ما أريد وأخترى من أريد أن أصادق أم لا وحتى لو كان هناك شباب ورجال وليس بينهم حجاب فأنا حرة وأفعل ما أريد كل هذا ليس صحيحا يعلمنا الإسلام أن الفتيات الأحمديات يجب أن يكون مسلمات صالحات ومحتشمات وفي الوقت نفسه يجب عليهن أن يعشنا ضمن حدود تعاليم الشريعة وتذكري أن كل ما تريدين فعله يجب أن تفعله حتى تنال رضوان الله تعالى عندها ستصبحين عضوة صالحة في اللجنة وإنسانة صالحة ومواطنة صالحة فعلى عضوة اللجنة الصالحة أن تكون مواطنة صالحة وإنسانة صالحة وعليها أداء حقوق الله تعالى وأن تظل شاكرة له على الدوام ويجب أن تضع في اعتبارها دائما أنها فتاة أحمدية يجب على الفتاة المسلمة الأحمدية أن تكون قدوة للأخريات ولذلك عليها أن تؤدي عباداتها حق الأداء وتؤدي حقوق الآخرين وتغسيهم وتقابلهم بمودة وتساعد الفقراء وتراعي إخوتها الصغار وتحترم وتجل الكبار وكما ذكرت يجب أن لا تظهر أي عناد في أي أمر بل عليها دائما إظهار الأخلاق الحميدة هذه هي الطريقة التي ستصبحين فيها عضوة جيدة في اللجنة لقد قلت مرات عديدة من قبل أن المسيح المعود عليه السلام ذكر أن علينا أن نتذكر دائما أن الله تعالى يرى جميع أعمالنا في كل الأوقات وقد ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله رقيب علينا ولذا فكل من فعله ينبغي أن يكون من أجل نيل رضاه تعالى إذا كنت تعلمين أن هناك كاميرات مراقبة هنا تراقبنا لفترة قصيرة من الزمن فاعلمي أن كاميرا الله تراقبنا في جميع الأوقات بل إنه يرى ما في قلوبنا حافظ على قلبك نقيا أيضا هذه الطريقة التي ستصبحن بها عضوات جيدات في لجنة إماء الله سؤالي هو إذا كان الله تعالى قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فلماذا لم يرحم رجال قبيلة بني قريضة حيث قتلوا بعد غزوة الخندق لقد تناولت هذا الأمر بتفصيل كبير في خطب الجمعة ألم تستمع إلى تلك الخطب؟ لا أستطيع أن أشرح لك كل ذلك في خمس دقائق باختصار النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ولكن عندما ارتكبوا الخيانة قال لهم أنا سأقرر مصيركم إذا غادرتم هذه الأراضي سأسامحكم ورغم أنكم تآمرتم على الإسلام والمسلمين فلن أقول أي شيء وسأعفو عنكم فاخذوا الحكم مني ومع ذلك كان ردهم نطب الحكم من صاحبك فلان فقال الصحابي الذي كان قد تحول من اليهودية إلى الإسلام حسنا سأحكم بالشريعة الموسوية ثم قال إن شريعة موسى عليه السلام تقتضي وجوب إعدام الخونة والذين يخططون للإغتيالات وإلحاق الأذى ونشر الفوضى والفساد وهكذا قتلوا ولكن هناك حتى اختلاف في الرأي حول هذه المسألة يزعم الكثيرون أن ثلاثمائة رجل قتلوا بينما يقول آخرون أن العدد كان أربعمائة أو حتى ألف حتى أن هناك اختلاف في التاريخ حول ما إذا كان الأطفال والنساء قد قتلوا أم لا وقد ناقشت كل هذا بالتفصيل في خطبي رفض اليهود حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم لا يريدون أن يصر القرار منه أل من صحابي آخر لكن الصحابي قال أنه سيقرر بحسب شريعتهم وبذلك يكون القرار قد صدر وفق شريعتهم وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي ادعاء ضد النبي صلى الله عليه وسلم ابحث عن خطبي حول هذه المسألة واستمع إليها مرة أخرى وعند نهاية اللقاء تشرفت الناصرات بالحصول على أقلام من أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز ويوم السبت الحادي عشر من مايو أيار الجاري التقى فخامة الرئيس الغاني السابق جون مهامة بحضرة خليفة المسيح الخامس أيضه الله تعالى بنصره العزيز في إسلام أباد وخلال اللقاء تحدث أمير المؤمنين عن الفترة التي عاشها في غانا وأعرب عن أمله في استمرار تقدم غانا وأن تتقدم الدول الأفريقية في بناء دولها بحيث تصبح وسيلة لمساعدة الدول الأخرى وقال إن مفتاح النجاح هو نزاهة القادة والشعوب وعجبت به جدا وقد قرأت الكثير عنه ولذا لم أستغرب من مدى اتساع معرفته بالعالم وخاصة ببلد غانا لقد انتهجت من مدى اهتمامه بالتنمية في غانا أنا مشارك بطبع في الحملات السياسية التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤه في السابع ديسمبر كانون الأول ولذا فقد سألني كثير من الأسئلة ولكنه قدم لي أيضا الكثير من المعلومات حول معرفته بغانا بمعرفة خلفية الأمر حيث عاش في شمال غانا وكان يعمل في الزراعة في شمال غانا وقد أدخل بذور القمح لزراعة القمح في غانا لأول مرة وكان مهتما بشكل خاص بالزراعة ولذلك كان يسأل عما نعتزم فعله بالموارد المائية الضخمة الموجودة في نهر فولتا إنه يعرف نهر فولتا وفولتا الأبيض وفولتا الأسود ويقول إن علينا استخدام الكثير من تلك المياه لأغراض الري وزراعة وكنت فخورا عندما علمت أنه عاش في غانا كان أول مدير للمدرسة الأحمدية الثانوية في سالكا ثم كان أيضا مديرا للمدرسة الأحمدية الثانوية في إيرسارشير لذا هو يعرف الكثير عن غانا وقال لي إن ابنه أولد في مستشفى تمالي التعليمي لذلك نحن فخورون بأنه إمام الجماعة نحن نعلم أن الجماعة الأحمدية في غانا تقوم بعمل جيد جدا في مجالات التعليم والصحة والزراعة ونرغم في التعاون معها إذا قمنا بتشكيل الحكومة المقبلة حتى نتمكن من التواسع في الكثير من الأمور التي تقوم بها ويوم الاثنين الثالث عشر من مايو أيار الجاري التقى عدد من كبار أعضاء مجلس هامشاير حضرة أمير المؤمنين في مكتبه في إسلام أباد وخلال اللقاء أتيحت الفرصة لهم جميعا لتقديم أنفسهم والتعبير عن مشاعرهم وطلب توجيهات حضرته نصره الله تشرفنا جدا أننا حظين بهذا اللقاء هل ينأس لك عولا عن صحتك يا سيدي؟ شكرا لك لقد أجيت لك عملية جراحية مؤخرا أشعر بتحسن شكرا جزيلا أنا أحسن الآن ومع انتهاء اللقاء أخذ أعضاء المجلس الصور مع أمير المؤمنين كما تلقوا الهدايا من حضرته حسنا شكرا جزيلا لكم كان من الرائع سماع وجهة نظره بشأن بعض الأسئلة المطروحة بما في ذلك سؤالي حيث طلبت توجيهاته بشأن تولي منصب رئيسة مجلس إدارة شرق هامبشر يوم الخميس وقد أعطاني النصيحة بشأن التواجد هناك حيث تم تصويت لي من قبل الشعب وأن أكون هناك لدعم الناس والقيام بما يطلبونه ويريدونه مني لقد قضيت وقتا رائعا هذا الصباح في مقابلة حضرته لقد وجدت من الممتع حقا الاستماع إليه وكان مهتما جدا بالتفاعل مع جميع من في الغرفة لقد كنت متوترة بعض الشيء عند مقابلته لكنه جعلني أشعر بالارتياح حقا كان الاستماع إلى آراء حضرت الخليفة في الاجتماع مفيدا بشكل خاص وخاصة التأكيد على الالتزام بالتسامح الحب للجميع والأكراهية لأحد والاستماع إلى وجهات نظره حول كيفية التأثير حتى كعضاء في المجالس المحلية من المستوى الشعبي لنشر كلمة التسامح والسلام بين جراننا والتأثير على السياسيين الوطنيين العالم مكان متقلب للغاية ورأيت حضرته مرآة للمحبة والدعم والتسامح وقوة خير مفيدة في هذا العالم بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العنوين الظاهرة أسفل الشاشة وإلى أن نلقاكم في أنشطة جديدة لكم منا أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيت الخلافة قام يا خلاني